أهلا بحضراتكم مين جديد زي ما استعرضنا معكم قائمة فريق النادي الأهلي اللي اختارها بيت سموسيماني لمواجهة المريخ النهاردة قائمة فيها عشرين نلاعب أيضا كمان من خلال صفحات السوشيال ميديا يمكن فيه أكتر من صفحة جماهيرية لنادي المريخ نادي الزعيمة في السودان بيتكلموا عن التشكيل المتوقع ممكن ناصر الدين نابي المدير الفني لتولى القيادة منذ حوالي عشرة أيام يبدأ ممين في مواجهة النادي الآلي بالمناسبة فيه غيابات فيه صفحات جديدة لكن أنا استرد مع بعض التشكيل المتوقع لنادي المريخ طبقا طبعا للصفحات والبدجات الجماهيرية لنادي المريخ في حراسة المرمى منجد النيل أمير كمال صلاح نمر عبد الرحمن كورنو بخيط خميس دياء الدين محجوب التاج يعقوب سعيدي شوني بكري المدينة طبعا من أبرز اللاعبينه معروف طبعا في الكرة السودانية أرنالد بانجا سيف تيري طبعا ده تشكيل المتوقع لنادي المريخ السوداني بالمناسبة يمكن جلية اتصال مع المنصق الإعلامي منذ قليل لنادي المريخ وقال أن التشكيل الرسمي هيعلن بعد المحاضرة اللي هيتم انعقادها الساعة سبعة في غرفة خلع الملابس في استاد القاهرة الدولي ده كلام رسمي من قبل المنصق الإعلامي هيكون فيه محاضرة رسمية للمدير الفني مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس الساعة سبعة وبعدها مباشرة هيتم الإعلان التشكيل الرسمي لنادي المريخ السوداني